موسيقى أعزائي طلبات وطالبات الصف الأول للإعدادة أهلا بكم في درس جديد لمادة اللغة الإنجليزية بعنوان درس عن المواد العلمية والمادة المفضلة ممكن تكون عربي اللغة العربية اللغة العربية هي اللغة المشتركة بين كل البلاد العربية اللغة العربية هي اللغة الأتثيف بلدي تاني كلمة عندنا هي مادة التربية الفنية أو الرسم نقدر نرسم فيها ونلوم بتعلم إزاي أرسم في حصة التربية الفنية تالت كلمة عندنا هي درسات الحاسب كل حاجة متعلقة بالحاسب الآلي أو الكمبيوتر كل الحاجات المتعلقة بالكمبيوتر درسات الحاسب الآلي أو الكمبيوتر رابع كلمة انجلش اللي احنا بنتعلمه دلوقتي اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية في الغرب وخصوصا في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية احنا بنحب جدا اللغة الإنجليزية أو حصص اللغة الإنجليزية نمبر فايف هوم ايكيناميكس الاقتصاد المنزلي وهو مادة علمية بتتدرس في المدرسة ايكيناميكس معناها اقتصاد وهو كل حاجة متعلقة بالتدبير المنزلي المادة اللي بعد كده هي دراما الدراما كل حاجة متعلقة بالفنون المسرحية anything related to acting and performing a play music الموسيقى أو التربية الموسيقية like songs كل حاجة متعلقة بالموسيقى زي الغنى والعصف على الآلات الموسيقية المادة اللي بعد كده science العلوم study of natural and physical world اللي هي كل الدراسات اللي متعلقة بالكيميا والفيزياء والأحياء social studies الدراسات الاجتماعية تاريخ وجغرافيا history and geography تاريخ وجغرافيا religion التربية الدينية الدين يعني believing in god دراسة التعليم الديني ونروح للأكسرسايز بتاعنا vocabulary complete the following sentences by one of the following words هنكمل هنكمل الاكسرسايز اللي جاي ده بword من الwords اللي قدامنا في الباكس دي عندنا art home economics computer studies english and social studies art اللي هو التربية الفنية او الرسم home economics تدبير المنزلي computer studies كل حاجة متعلقة بالكمبيوتر english المادة اللغة الانجليزية social studies الدراسات الاجتماعية miss amal teaches us to look after our house طيب house يعني home يبقى اكيد miss amal بتدرس لنا teaches us بتدرس لنا home economics التدبير المنزلي to look after our house عشان ناخب بالنا من بيتنا والاجابة هتبقى home economics اللي هو التدبير المنزلي number two it's very important to have at school technology is very important technology يبقى على طول computer studies على طول اي حاجة متعلقة بالتكنولوجي بتبقى device او computer او mobile number three i learned geography بتعلم الgeغرافيا in social studies في الدراسات الاجتماعية number four i like language more than chinese بحب اللغة ايه اكتر من اللغة الصينية اكيد الانجلش number five i have oil painting for the class اكيد الart class research النهاردة هنعمل بحث صغير عن what is the difference between a girl's school الاباسترفي قبل الاس and a girl's school الاباسترفي بعد الاس وهو ده درس هيجي بعدين اسمه اللي هو الاس بتاعة الملكية او اس الملكية girls ده يعني singular possession يعني ايه singular possession singular يعني مفرد فالمفرد البوسيشن بنحط الاباسترفي قبل الاس الاسم the girl's pencil الالم ملك البنت بدل ما اقول this pencil belongs to the girl وهي one girl only هقول the girl's pencil هحط الاباسترفي قبل الاس لكن ليه هنا بحط الاباسترفي بعد الاس وهي برضو حاجة غريبة ليه هحطها هنا مع انها المفروض جوه مش برا هحطها برا علشان دي plural دي ملك لاشخاص كتيرة او لبنات كتيرة فthe girl's pencil هنحط الاباسترفي بعد الاس لان girls أصلا plural ففيها already s فهنحط الاباسترفي بعد الاس يبقى this pencil belongs to more than one girl القلم ده ملك لبنات كتير listening now we're going to listen to a conversation between انجي and أمل دلوقتي هنسمع وحتى ما بين بنت اسمها انجي وبنت اسمها أمل وهنحل مع بعض بعض الاسئلة وبعد كده هنظهر الconversation ونترجمها مع بعض أمل I like the new timetable what's your favorite day انجي انجي I like Thursday we have social studies first on Thursday then we have English and then we go to science that's my favorite subject أمل my favorite day is today we have math first and second lesson after break today I love math then we have science and art انجي I like art too but I'm not very good at it what do we have tomorrow أمل English then religion is next then Arabic and then home economics after break we have social studies then we have science and computer studies finally we have music انجي when do we have drama أمل that's the last two lessons on a Tuesday and the last lesson Wednesday it's time for the next lesson now see you later دلوقتي إحنا استمعنا لأمل وإنجي وهما بيتحدثوا عن time table أو جدول الحصص بتاعهم وهما بيحبوا مواد إيه خلينا نشوف الأسئلة How many lessons do they have every day كم حصة بياخدوها كل يوم They have 8 lessons بياخدو 8 حصص What subjects do they study إيه هي المواد اللي هما بيدرسوها The subjects are Arabic Social Studies Math Science Religion Drama and Art Arabic لغة عربية Social Studies درسات اجتماعية Math حساب Science علوم Religion دين أو تربية دينية Drama Drama كل حاجة متعلقة بالمسرح and Art تربية فنية هما دول subjects أو المواد اللي هما بياخدوها في المدرسة Number 3 When do they have Arabic for 3 times? إيه هو اليوم اللي بياخدو في حصص عربي ثلاث مرات On Sunday يوم الحد And we're going to see Number 4 What is Inji's favorite subject? إيه هو المادة المفضلة لإنجي Science علوم Number 5 Does Inji like art? إنجي بتحب التربية الفنية أو الرسم Yes She does Number 6 Is she good at it? هل تجيد الرسم أو هل تجيده? No She isn't good at it لا لا تجيد الرسم Number 7 What subject does أمل love? إيه هي المادة اللي أمل بتحبها She likes math بتحب الحساب Number 8 What day is today? It's Amal's favorite day هو يوم أمل المفضل ونشوف دلوقتي listening conversation Listen to a conversation between إنجي and أمل I like the new timetable What's your favorite day إنجي? I like Thursday We have social studies first on Thursday then we have English and then we go to science That's my favorite subject My favorite day is today We have math first and second lesson after break today I love math Then we have science and art I like art too but I'm not very good at it What do we have tomorrow? English then religion is next then Arabic and then home economics After break we have social studies then we have science and computer studies Finally we have music When do we have drama? That's the last two lessons on Tuesday and the last lesson Wednesday It's time for the next lesson now See you later Speaking We're going to speak about time We're going to tell time We're going to talk about a book Here we're going to talk about a book How to speak How to talk about the time How to speak To the next lesson How to speak What do we have to speak about the time? The time For the next lesson 42 That's four One ما عايزين نقولها بالانجلش اي حاجه الا بنقول عليها to واي حاجه we بنقول عليها past يعني هنا الساعة لما تبقى العقرب طويل على 12 بتبقى o clock يعني لو احنا عندنا الساعة الديجيتل بتقول ستة zero zero يبقى هي الساعة six o clock ستة بالضبط طيب لو خمسة بنقول it is five past six يعني خمس دقايق بعد الساعة ستة past five past يعني وخمسة طيب لو عشرة ten past طيب لو ربع a quarter past وصدها الناحية التانية اللي هي الا ربع بتبقى a quarter two الا دايما تو ودايما past طيب twenty past يعني وتلت عشرين دقيقة بعد الساعة ستة ستة وتلت twenty five past يعني خمسة وعشرين دقيقة بعد الساعة ستة يبقى اي حاجه بعد هتبقى past اي حاجه قبل هتبقى two وكلهم قصاد بعض twenty past twenty two quarter past quarter two ten past ten two five past five two طيب half past دي ونص تلتين دقيقة نص الساعة تلتين دقيقة بعد الساعة ستة يبقى اي حاجه بعد past اي حاجه قبل two هنشوف مع بعض بعض الامثلة there are two ways of telling the time في طريقتين علشان نشير للوقت nine fifteen a quarter past nine nine fifteen ممكن نقولها زي digital clock تسعة وخمستاشر دقيقة a quarter past nine يعني تسعة وربع احنا اتفقنا ان past دايما we حاجه تانية ten forty five a quarter to eleven يعني 11 الاربع او ممكن نقولها ten forty five بنقرى الرقم بس مش بنقرى طبعا ال dots بنقرى الرقم عشرة خمسة واربعين ten forty five او بنقول a quarter to eleven 11 الاربع اي حاجه where بنفقتها past طيب بس دي zero مش بنقلها zero بنقلها eleven oh five a quarter to twenty five 11 او فاي اللي بعده eleven thirty 11 ونص half past eleven or eleven thirty or eleven thirty 11 سيرتي بنقرى الرقم زي ما هو اتناشر خمسين اللي هو twelve fifty زي ما نتقه بالعربي زي ما نتقه بالانجلش ten to one الساعة واحدة الا عشرة واحدة إلا عشرة two إلا past where ونكمل Speaking there are two ways of telling the time What time does science start on Sunday? إمت حسة العلوم بتبتدي يوم الحد? It starts at half past eleven بتبدأ الساعة 11.30 11.30 عشان لما نتخيلها هتبقى 11.30 أو It starts at half past eleven What time does science start on Monday? What time does it finish? إمت حسة العلوم بتبتدي يوم الحدوى؟ وإمت بتخلص؟ It starts at ten to one and finishes at half past one بتبتدي واحدة إلا عشرة وبتخلص واحدة ونص إحنا تاني هنقول two إلا و past بعد Speaking وعلشان زادة التأكيد هناخد سؤال What time is it? الساعة كام؟ هنا It's half past nine الساعة تسعة ونص It's ten o'clock الساعة عشرة بالضبط وclock يعني بالضبط It's nine o'clock الساعة تسعة بالضبط It's half past ten الساعة عشرة ونص الإجابة الصحيحة هي C It's nine o'clock ساعة تسعة تماما ساعة تسعة بالضبط Now we have come to the end of the first lesson Goodbye everybody and we will meet again to start the second lesson والآن وصلنا عزائي الطلاب لنهاية الدرس الأول من وحدتنا الثانية وإلى اللقاء قريبا مع درس جديد